بص بقى انا مش هكلمك عن ازاي تجيب هدايا حلوة ليه؟ لان الهدايا الحلوة مفيش حد بيتوها عنها بتبقى معروفة وغالية وكلنا عارفينها كويس بس يعني بنستعبط بنستحرم بنسترخص علشان كده انا نهاردة هكلمك في الاهم بقى هكلمك عن الهدايا الوحشة اللي مهما حصل اوعد جبه مبدئيا كده قاعد عم الغرض من الهدايا ايه؟ انك تسعد بيها حد مظبوط مجيب هدايا ليه؟ تديها لحد ينبسط اخينا عضيت صحيح يبقى لما تتنصح وتجيب له بقى هدية كيف تخسر وزنك الزائد بأسهل وأسرع الطرق او 75 نصيحة ذهبية للتخلص من تراهلات البطن والفخاد ممكن اعرف ده ممكن يسعده ازاي؟ مستحيل ايه اللي ممكن يفرحه لما يحس انك واخد باله من تراهلاته؟ اقديشتيه مكده مش هدايا بمناسبة الكتب برضه بلاش الكتب بتاعت التنمية البشرية اللي هي كيفة تعيش سعيدا وتتخلص من الاكتئاب والحزن وتصل للسلام النفسي او من حرك قطعة الجبن خاصاتي مفيش اي داعي انك تفكر حد بتاعته او فشله او جبنته او فخاده المتراهله مفيش داعي خليك عسيس حاجة تانية بلاش تجيب لحد منتجات او مستحضرات ليها علاقة بالنظافة الشخصية ليه بقى؟ ما انت هتجيب شامبو شاور جيل صابون معطر مزيل عرق حاجات في السكة دي؟ لا انت مالك معلش او انت والدته؟ يعني هتعمل فيها ايجابي وعملي وكده؟ لا ده ما ياكلش هتطلع برضه بجح بالنسباله وقليل الزوش لحف اي نعم مش انت بس اللي شايف انه محتاج يغاير ريحته دي الناس كلها شايفة ان دي هداية ممتازة بس برضه ما شتمك الا للليفك اوعد جيب هداية فواحة معطر جو منقه هوا دي انت كأنك داخل عليه بتقوله كل سنة وانت طيب ريحتكو شربات مع بعض عارف او الف مبروك عربيتك مكمكمة قوي فانا قلت انقذ العالم من القرف خلاص هاخد الفكرة دي على استقامتها عشان مرغيش كتير ركز معايا مش هنجيب كورسي اللي هو عادي يظبط الكرش اه مفهوم مش هنجيب فات بيرنر مش هنجيب شايد دكتور منج الصيني الاصلي بيبقوا مع بعض لانقاص الوزن فاهم الصيني واصله كل ده ما ينفعش وطبعا طبعا مش هنجيب ميزان لان لو الهدايا اللي فاتت دي كلها هتعذبه لحظة الميزان هيعذبه لسنين طويلة كل ما هيوقف هيشوفه يحزن فبلاش الهدايا العملية بقى بتنفع ومفيدة بس ما بتفرحش علشان تصدقني يكفي انك تشوف نظرة الإحباط على وش واحد بيتقدم له شربات هدية مستلت شربات مع بعض او طق من غيارات او كالسونات وبجاما كستور هدايا محبطة اللي واخدها ومش عارف يفرح وبيبقى الأسوأ من نظرة الإحباط دي اللي على وشه سؤالك الريخم انتا بقال له هاه عجبتك الفانيلات هتعجبه فيه الفانيلات دي فانيلات انت ما تقرصش عليه بقى انت سيبه خلاص نصيحة عامة ما تجيبش حاجة على ذوقك الشخصي قوي يعني حط في اعتبارك سيكا ذوق الشخص اللي انت هتجيب له هداية انا مرة خلت جابتلي بجاما جينز وقابلتها بعدها في عزوم قالتلي ايه ده انت ليه مش لابس الطقم قلت لها ما انا مش هخرج بجاما يعني يا طنت قالتلي دي مش بجاما اصلا وقعدت تاكل فراخ وطعيط نعم ما فهمتش خالص ما بتش عارف عامل ايه الاسوأ بقى من الهداية العملية انك تجيب لمرطك هدية جيوفيزيائية بايو كيميائية جيلي مقلبية الحاجات دي زي ايه مثلا اما تدخل عليها جايب مايكروسكوب كرة ارضية قموس المورد التخين ده او بوصلة طقم براجل ومنقلة وهي اصلا تكون مثلا بتشتغل حاكم كرة حاجة تانية المفروض انها تفرح ببرجة ليه معلش يعني هتنزل تخمس بي في الشارع يعني على الاقل حسسني اني جيت في دماغك سوين كده وانت بتجيب الهداية فكرت فيها خطرت على بالك شوية اهتمام بشيلن عكس بقى الهدايا العملية هي الهدايا اللي ملهاش تلاتين لازمة والنوع ده بالنسبة لي مستفز جدا تتحسب عليك هدايا وممكن جدا تبقى غالية وملهاش اي معنى ولا فايدة ولا اي زفت زي ايه كل الحيوانات الفاروب كل اشكالها والوانها واحجامها مخيفة جدا ملمسها سخيف بتزحم البيت تحس كده ان انت عندك ضيوف في القوضة طول الوقت بس فالنتاين محبوك تقول بسبب الفالنتاين ده ماما مقعدة دبدوب كبير على فوته في الصالون بقاله عشرين سنة واحمر حاجز كرسي كده شغلته كلها انه بيلم تراب وهو عارف بيعرف نفسه بالطريقة دي مساء الخير يا فندم معاك جمال الدبدوب بيلم تراب مساء الخير لا والحاجات يتحس انهم بيرقبوك طول الوقت حسسينك بالتوتر لقى الدبدوب قاعد معهوك كده وبصاصلك هدايا الكلام الفارغ دي فيه منها كتير بقى مليين البيت عندي والله فيه طبعا العيال الخزف الصغيرة زي اللي بتيجي في عيالة بالسبوع دي عندين اوضاع غريبة كده عندي كتير بقى انا بفكر اقفل بيوم البلكونة فيه الميداليات الخشب اللي محفور عليها اي كلام فارغ جميلة بتعوارك وفيها قلب وحرف وسن قاطع لك البنطلون اللطيفة اوي طعفة كل الكلام ده ابعد عنه ما تجيبش حاجة خالص اكرام لك انا عندي والله تجيب الملبس اللي بيبقى في علبة السبوع وما تجيبش البتاع الخزف العرة اللي بيبقى معاه ده انا لما اتجوزت عمتي جت بريكلي وجابت لنا زرفتين خشب طوال اوي بالحجم الطبيعي مش بحجم الخشب الطبيعي لا بحجم الزرافة الطبيعي وبرواس كبير مدهب تخين فيه صورة منظر شلال بينور ويطفي وسندوق بيلي انا لحد النهاردة بحاول افهم هي كان قصدها ايه بجد بالذات الزرافتين الافريقي دول هل دي رسالة مثلا يعني عايزة تقول لي ان انا مطور رقابتها انا مش فاهم كان عندي خال برضو الله يمسيب الخير كان دايما يجيب لي كل سنة في عيد ميلاد شهدت تصمر من الفئة جيم كل سنة نفس الهدايا الهدايا دي اللي لا عملية ولا حلوة ولا مفيدة ولا جميلة ولا اي حاجة هي اسوأ نوع لا لا ثواني فيه الاسوأ الهدايا قللت الزوق لما تجيب لي حد كبير في السن شوية جهاز اياس السكر مثلا او جهاز ضغط او مشاية غالية وكل حاجة بس يعني انت ناقص تجيب له عقد ايجار جديد في مقابر البساتين احسن ليه قلة الزوق دي هتقول لي اصل ماما عندها السكر وبتحتاج تقيس وكده لا ولو برضو ما تعملش كده على الاقل ما تجيبوش فدية هاتوا بدوموا ناس باي اخي خلي عندنا تنييز وفيه هدايا كده بتبقى غمضة تفضل تقلب فيها يمين الشمال انت بتسأل ايه دي ولا ليها كتالوج ولا كتاب تعليمات ولا اي حاجة انا حصلي كده مع صاعق النموس الكهربائي ده عاد تكتشف فيه اسبوعين كان مع ورقة مكتوبة بالصيني كده وانا مش فاهم طبعا الاول افتكرته مضرب سكواش استعملته على هذا الاساس فترة كان ظريف لحد ما لقيته انه بيشتغل بالبطاريات ففهمت انه جهاز مساج للظهر عجبني بقى جدا بيوجع بس للظريف يعني عملت بيه جلسات طويلة فين وفين لما ولاد الحلال فهموني انه بيقتل النموس كنت خلاص بتعالج من كهرباء زيادة في المخ في الفترة دي بس عملولي ارضي وبيت زي الفل الحمد لله فياريت ما تجيبش لحد هدية من غير ما تشرح له دي ايه اهلا مساعدة